اهلا بجميع المشاهدين محاولة لإعادة التوازن للإنسان بقيم واختبار أثر في المجتمع عن طريق معارضة فكرة الإنجاب والذي يميز اللا إنجابية عن فلسفات تشاؤمية أو الفلسفات التي رأت أن الإنسان شرير بطبعه أو أنه مدفوع غريزيا بطبعه زي مثلا فلسفة توماس هبزي في إنجلترا أو فلسفة أغطوش ومن هوا في ألمانيا لا اللا إنجابية تختلف عن كل ده لأن هي ضد الإنجاب نفسه وليست فلسفة تشاؤمية بالضرورة وليست تتعلق بأصل الإنسان خير أم شرير إيه الكلام ده كله الفلسفة اللا إنجابية شيفة أن مجرد الإنجاب شر شر في العالم ليس لأن الإنسان يحدثه شرا اللي هو الطفل ده اللي إحنا بنجيبه وإنما لأن مصير هذا الإنسان مهدد في فكرة كان بيقولها الأديب يعني السوداوي كافكا كان بيقوله بيقول إن إحنا جميعنا موجودين ومولودين في غرفة إعدام كل واحد فينا مستند لحظة اللي هيموت فيها وبعضنا بيموت بطرق بشعة فلذلك الإنجاب هو ببساطة وبصراحة هو يعني وضع فخص ملوش زم في غرفة إعدام ينتظر مصيره فعلا بينظر للإنجابيين باعتبارهم يعني عدميين أو باعتبارهم يعني متشائمين وبعض اللوجوديين زي ما أنتم عارفين كانوا بيؤمنوا بفكرة إن الحياة في ذاتها لا هدف لها ده هي فكرة أساسية في الوجودية كلها لكن أريد أن في بعض الوجوديين زي البيار كاميون فرنسي هو شايف إن العالم مؤسس على فكرة العبث وحياة مؤسس على فكرة العبث وأن علينا أن نبدع غايتنا ومعانينا من الحق إلى آخر هذا الكلام ولذلك هي اللإنجابية أحيانا بيتم مقربتها عن طريق الفلسفة العدمية أو بعض المذاهب الوجودية زي اللي هي اللامعقوليزم يعني اللي هو موجود أو العبثية الموجودة عند البيار كاميون لأن الحياة نفسها غير معقولة ولا هدف لها لكن اللإنجابية علينا أن نميزها عن كل ده اللإنجابية ليست بالضرورة عدمية في بعضهم عدميين في بعضهم غير عدميين وبعض الناس ممكن تخلط بين العدمية وبين فلسفات التشاؤل المحيزة شوف أنا أتكلم في نقطة دي لأن نجرى فيها سئلة كتير فإحنا لازم نميز العدمية هي عدم الإيمان بشيء على مستوى المعارفة والوجود والقيام الثلاثة ده لو أحد متكلم عن عدمية كفلسفة إنما في جماعات سياسية عدمية ده موضوع تاني عشان ما نخلطش طيب فالعدمية كفلسفة آه ممكن تؤدي للإنجاب بس خلي بالك نعم ممكن تؤدي للإنجاب برضو مو كده كده عدمي ما عندوش قيم لكن أنا مثلاً واحد عندي قيمة إن أنا معزبش حد وقال أنجب شخصاً في غرفة إعدام حكم عليه بالموت من أول ما هو علاقة الفلسفة اللا إنجابية بالتراث الديني الإبراهيمي طيب وفي بعض الناس تقول لك لما أنا مثلاً بتكلم عن ألاقي إنجابية كموقف ألاقي الناس بتقول لي المال والبنون زينة الحياة الدنيا طيب ما الآية دي عليك مش ليك ده هو بيقول القرآن يعني إن المال والبنون قرن المال بالبنين يعني ما يسري على ده في هذا السياق يسري على ده لأن الواو تفيد الاشتراك في الحكم في اللغة وفي أصول الفقه فهو قرن ده بده فأنت ما تفكرش في الإنجاب باعتباره قيمة عليا في الحياة ده هو قالك زينة الحياة الدنيا الدنيا معناها السفلة مش الآخرة هو قالك المجرد زينة زي والمال في الدنيا أنت المال عندك في الإسلام هل أن أنت بتكنز المال كقيمة هل أن أنت بتجمع المال كقيمة طبعاً لا أنت بتصرفه فيه مصرفه اللي هي المطلوبة والخيرة وبتتصدق بيه إلى آخر الكلام ده كذلك فيه التراث اليهودي والمسيح شوف انت امتى بدأ موضوع الإنجاب ده عند البشرية لما آدم وحاوا تجوزوا وهما تجوزوا من غير جنس إلا لما كانوا من الشجرة في القرآن هو ده الوضع بالزبط لما ارتكبوا هذه الخطيئة هذه المعصية التي أوحى بها أو ألهم بها الشيطان آدم ده أدى على المدى البعيد لما شافوا سوقاتهم يعني ما كانوا شافوها على عورات دعاتهم فهتجوزوا زي ويخلفوا من غير ما يشوفوا سوقاتهم من غير ما يشوفوا عوراتهم وبالتالي فالإنجاب في الديانات الإجرامية هو نتيجة للخطيئة أو للمعصية وليس شيئاً إيجابياً في الحياة أنا عايز أقول برضو في هذا السياق للإنجاب مش بس إنه فعل غير ضروري يعني الديانات البراية بتقول إنه هو فعل غير ضروري مش محرم هو فيه صلة بين اللا إنجابية وحالة ما بعد الحداثة مش بالضرورة فكرة معايلة فيه ما بعد الحداثة إحنا لدينا فلسفة كثيرة في ما بعد الحداثة لهم انتجهات مختلفة لكن كلهم بيتكلموا من منطق إن إحنا في حالة ما بعد الحداثة حالة ما بعد الحداثة دي كانت هلم نفستو الخاص بفلسفة ما بعد الحداثة كلها بكل صرقها وتنوعها يعني وموقفنا منها دا ما يعنيش هنا إنما ليه يعني إن حالة ما بعد الحداثة نفسها إن الأنصاق الكبرى والغايات الكبرى انهارت بعد الحرب العالمية التانية اللي كانت في الحداثة في أوروبا وبدأت مرحلة ما بعد الحداثة في أوروبا عدم بقى يعني التمسك بتلك الأنصاق الكبيرة المغلقة يعني ما فيش نسق فلسفي متكامل ظهر بعد الحرب العالمية التانية يعني هو نسق هايدجا او نسق ادى صحيح الى حد كبير مجموع من النظرات متربطة يعني الى حد كبير انما مارس تأثير ضخم جدا يمكن هو اهم فيلسوف القرن العشرين انما هو تكون قبل الحرب عامية تانية وكتب اهم اعماله قبل الحرب عامية تانية انما طبعا بعد هذه الحرب المدمرة وانتشار الثقافة الاربية في جميع الحالات بغض النظر الحالة اللي هي فيها حداثة او مبادة حداثة فحنا وصلتنا حالة مبادة الحداثة النهاردة لما تتكلم مثلا في مجال الادب فتقول ان هذا النص يعني القراءة الموضوية له تؤدي الى كذا وكذا هتلاقي الناس عادة من المثقفين بان سؤال المثقفين اعترض يقولك لا النص ليه كل المعاني مفيش معنى واحد دي كده مبادة الحداثة معانا في المكان دا من ضمن اهم مبادئ مبادة مبادة الحداثة هو ان كل معنى معتمد على معنى وبالتالي هي عملية تسلسل لا نهائي في النهاية والمعنى نوع من الخدعة مش بالضرورة يعني معنى ومش معنى بزبط يعني والاهم بالتالي مفيش معنى وبالتالي كذا لا احنا عايزين نفرق بين اللا إنجابية كموقف غائي مش عدمي انا غايتي في الحياة ان انا احافظ على قيمي وحافظ على اخلاقي وان انا لقوا ناقد اخلاقي وقيمي انا بستغرب ان الاقي حد بستغرب فعلا برغم انت كمشان مش بتستغرب يعني ان ما انا بستغرب ان اشوف حد خير ولا يمخلف يعني انت بالنسبة لك دي نكتة كلام مش معقول بالنسبة للوضع حيئي يعني انت ازاي باي قلب جبت اطفال حتى لو العالم بتاعنا ما فيوش حروب ما فيوش حاجة محكوم عليه بالموت هو المرض والمعاناة اللي احنا شفناه كلنا بعضكم كمشاهدين صغير في السن شوية لسه في اولي عشرنات ولا حاجة لكن قدامك عشر سنين لغة سن الثلاثين هتشوف في يوم كتير وانا بآسف ان انا بصارحك بعضي الحقيقة هتعاني في يوم كتير كل واحد بيتحمل مسؤولية اختياراته والطفل لم يختر مختارش انه نيجي الدنيا ومختارش اي حاجة لسه لسه لجياش الدنيا فانا بختار له نيجي الدنيا بالضبط زي كأنني اشتريت كلب صغير او قطة صغيرة وعايز اعلمه العوم فرامته في البحر يا عوم يا يغرق والطفل ده كائن هش جدا ومعرّض لكل الاختار كلما كان صغير كلما كان الاختار عليه اكبر ومعتبت بالكامل على الاسرة نبطل نتكلم عن الانجاب بعتباره قيمة ايجابية نتراجع عن القيمة الايجابية اللي احنا بنطفيها على فكرة الانجاب في حد ذاته ما تعرفش ليه لما احنا نعمل كده ده هيضمن حق اكبر للنساء وحرية اكبر للنساء لأن المرأة احيانا ما بيكونش هي اللي عايزة تخلف بيكون الراجل هو اللي عايزة يخلف ولكن الضغط الاجتماعي بيخليها تخلف وبيخليها تخلف يمكن اكتر من اللي هي عايزة وده بيجي على الصحيطة هي في باحثين يقول لك اه احنا ما عنديناش موارد تكفي العالم في نقطة حرجة بس خلي بالك احنا مرّينا بده كذا مرّة قبل كده احنا مرّينا بنقص الموارد قبل الحرب العالمية التانية فنشأت فكرة المجال الحيوي الكلام ده قبل تطوير صناعة الاسمدة ان تقر تزرع في نفس المنطقة كتير فارتغط احتاجات اكبر فالمجال الحيوي ده معنا ايه ان احنا كشعب في المانيا يعني اللي هو الرايخ التالت عددنا كبير كانوا حوالي سبعين مليون نسمة في الوقت ده وده يعتبر عدد كبير جدا في اوروبا وحتى الان يعتبر عدد كبير بنسبة لدولة واحدة فكانت اكتر دولة في عدد السكان ومافيش موارد فلازم ان هما يحتلوا الدول التانية اليابان كان عندها نفس الفكرة تحت عنوان تاني ده اللي ادى للحرب العالمية التانية نفسها نقص الموارد ولكن تطوير صناعة الاسمدة هو الانقذ البشرية من مجاعة كانت ممكن تحصل في الفترة دي فاحنا مرنا بدأ وانجحنا فيه فبعض البحيثين يقولك اه هيبقى فيه ناس كتير مفيش موارد ده صحيح ويعمل مشاكل لكن برضه هيبقى فيه علماء اكتر ويبقى فيه بحيثين اكتر يحلولنا المشاكل مقدرش ان انا ابرهن على اللي هي انجابية بان احنا ما عندناش فرص اجتمعية من الوارد يبقى فيه فرص اكبر في الفترة الجاية لان العالم داخل على مرحلة تحول سريعة وغير مسبوقة عن طريقة تطوير الزكاء الاصطناعي الفائق مش الزكاء الاصطناعي اللي هو بس انا بتكلم عن الزكاء الاصطناعي العام اللي هو اللي هو اللي هو الزكاء الفائق اللي هو يتفوق على زكاء الانسان نفسه ده هيغير امور جوهرية في الحياة بتاعتنا ممكن يؤدي الى تطوير صناعة النانو التكنولوجي اللي هي هتحللنا مشاكل خطيرة ومهمة جدا جدا ولكن اللا انجابية احنا ما نقدرش نبرهن عليها بهذا البرهان لهذه الاسباب اللي أنا قلتها وانما البرهين عليها عادة انا موقف انا موقف اخلاقي بالدرجة الأولى فهو طبعا العديولوجيات القومية اللي انها ايمة على فكرة نهضة شعب فكرة ان فيه شعب يعني فهي بطبيعة الحال بتميل اكتر يعني ما شفناش اي الوديولوجيات القومية اللي احنا شفناها كلها كانت مع الانجاب بشكل متطرف لدرجة ان النازيين اعادوا الستات في البيت عشان تخلف حصل في رومينيا وانا مش ايديولوجيا قومية ايديولوجيا كانت في الوقت الدولة شيوعية يعني ده دموع من استغلال الاطفال للعمل يعني انا شايف ده نوع من استغلال الطفل يعني مسوما كنت قومي يميني ومتطرف او كنت شيوعية يساري ومتطرف لا هي طبعا ما ينفعش لكن في جميع الحالات احنا عايزين برضو نقول ان الايديولوجيات كمان عارفها في القرن العشرين بتختلف احنا برضو واقفين عند مرحلات الحرب البردة لان الجيل بتاعنا يعني الجيل بتاعنا هو تعلم على اسدزة على ايدي الاسدزة اسدزة دول نضجوا وكتبوا اثناء فترة الحرب البردة وصعب ايديولوجيات الاخرية النهار ده نفس الايديولوجيات موجودة ولكن تحت اسماء مختلفة مش كلها تحت نفس الاسماء ولكن بمضامين مختلفة فبطبيعة الحال احنا النهار ده بنتعامل مع كيانات لسه لم تحدد يعني عايز اقول ان لما اتكلم عن ايديولوجيا سارية او ايديولوجيا يمينية الكلام ده النهار ده معاني مختلفة عما كان في الحرب العالمية بعد الحرب العالمية التانية واصناء الحرب البردة مش نفس المعنى خالص او احيانا يختلف بشكل جوهري فبالاضافة لان هذه الاديولوجيات في تطوير مستمر على ايدينا احنا على ايدينا الاجيال اللي عايشها دلوقتي يعني تحاول ان هي تطور اديولوجياتها انا عايزك كمان تسأل لابسك في النهاية سؤال هل قال ان جاب قرارك انت ولا قرار غيرك هتلاقيه دايما قرار غيرك مش قرارك انت المجتمع هو اللي بتطورك عشان تعمل كده لو ده قرارك انت بسبب ان انت بتحب الاطفال وعايز يبقى ليك ابن وبتاعه وكلام من ده يبقى انت استغليت هذا الطفل اللي هو ابنك ومصلحتك الشخصية فديه قمة للانانية انك توجد انسان في الحياة لكن انا هميني هنا الناس اللي هي بتوجه الاخرى للانجاب وبتجرم اللي انجابية وشايفين ان حد مش عايز يخليت بقى حد وحي انا على الناس بجهوم اتهمات اخلاقية اساسية انه هم انانيين وانه هم ناس كابعين لغيرهم ما دومش اخصات مستقلة لازم انت كشاب والموقع الكلام ده لشباب بالذات من الجيل اللي هم من طلبتي او لا صغر مني مثلا من عشر سنين او اكتر شوية انك لازم تختار اختيارك انت المجتمع لو كان فاهم اي حاجة مكانش بقى المجتمع ده لازم تعرف مجتمعت امتي الا على باطل انا بقولت امتي اللي هي المجتمع المصري لو كان بيفهم مكانش اوصل لهذا الحال ولو كان الاكثارية تعلم يعني الصح مكانش انت كنت هتعاني من المشاكل اليومية اللي انت بتعانيها والمشاكل ربما انت على اللي عانتها كطفل